موسيقى مرحبا بكم من جديد مشاهدين في هذه الجلسة من سوريا تتحاور مع ضيوفها وفد المحامين من الاردن اهلا وسهلا فيك ورح بلش مع حضرتك استاذ سميح استاذ سميح انت مو اول مرة تجي بزيارة على سوريا منذ بداية الحرب ما الجديد الذي لديك لتقوله للشعب السوري وكيف وجدت سوريا بعد هذه السنوات من الحرب عليها شكرا لك ست اليسار مساء الخير اهلا وسهلا كل اهلنا وشعبنا العربي الكريم السوري هذا الشعب العربي العظيم هذا الشعب السورية سوريا هذه مهد الحضارات سوريا مهد التاريخ ومن هنا بدأ التاريخ سوريا هذه الحقيقة ايضا في هذه البقعة بلاد الشام عموما هي ينبوع الاديان ولذلك هذا البلد يعني الحقيقة انا زي ما اتفضلتي شرفته كثيرا طبعا انا بعتبر نفسي سوري ونحن نؤمن احنا في الاردن رفعنا شعار ايضا الاردنيون عرب سوريون لاننا جزء من بلاد الشام فلذلك نحن نقول باننا جئنا من الجزء الجنوبي لبلاد الشام الى الجزء الشمالي من بلاد الشام الى دمشق عاصمة بلاد الشام الى دمشق هذه قلب العروبة النظر كما تفضلت حضرتك انا للمرة الاولى تشرفت بالظهور على تلفزيون العربي السوري في نهاية بعد عشرين اربعة الفين ودعش ويقرأ والصورة الحقيقة بعد ما يزيد عن ثلاثين شهر واقترب من السنوات الثلاث الحقيقة الصورة انا بالنسبة الي ولكثير من الناس باعتقادي اضحة واضحة وضوحة الشمس جلية لا غموضة لا لبس لا لبس بالمطلق لمن يودى ان يكون منسجما مع ذاته لمن يؤمن بنفسه وامته وعقيدته وعروبته وقوميته الصورة اضحة واضحة لا كالشمس ابدا في الظهر بمعنى بان ما جرى في سوريا ولا زال يجري هو للحقيقة عدوان صارخ على سوريا هذا العدوان قادة الولايات المتحدة الامريكية زعيمة الشر في العالم مع حلفائها من الاستعمار القديم بريطانيا وفرنسا وربيبتها الكيان الصهيوني هذا العدو الصهيوني وبعض الادوات من النظام الرسمي الرجعي العربي وبعض الادوات من الرجعي الشعبي العربية كالحركة الوهابية وحركة خوان المسلمين هذه الحركتين او التنظيميين الذي من خلالهما وبهما ومعهما تم صهينة الاسلام نعم من هذا المنطلع الصورة الان انا هذا الصمود لشعبنا العربي السوري هذا الصمود لجيشنا العربي السوري هذا التلاحم ما بين الشعب وما بين الجيش والتلاحم مع هذه القيادة الحكيمة هو الذي شكل من سوريا صخرة صماء قوية يتكسر عليها كل عدوان وكل تآمر المتأمرين لا شك بان الالم كبير والمعاناة كبيرة والثمن كبير الذي الدفع لكن ايضا لا بد لنا من ان نعرف بان هذا هو قدر سوريا سوريا التي حملت لواء الهم العربي وتمسكت بالحق العربي وتمسكت بعروبة فلسطين من النهر الى البحر وعروبة الجولان وضرورة استرداد الجولان وتحرير الجولان وتحرير فلسطين ممكن وواجب واختارت لذلك خيار محور المقاومة انها احتضنت المقاومة العربية في فلسطين فمن هنا من دمشق من هذه الارض الطيبة اول ما تشكل او فصائل وطلائع حركة فتح من هنا تشكلت حركة فتح بتوجه للي كانت هي يعني حركة فتح كانت النواة والخلية الاولى التي منها ايضا تشكلت بالنتيجة ما سمي بمنظمة التحرير وما ولد منها من فصائل لمنظمة التحرير شكلت حركة مقاومة لتحرير فلسطين من هنا من دمشق من هذه الحاضنة من هذا الحاضن من قلب دمشق هنا ومن هنا ايضا من هنا صار وانطلق الدعم المقاومة العربية في العراق بوجه الاحتلال الامريكي ومن هنا وهنا دمشق احتضنت حركة حماس عندما ضاقت الارض العربية بما رحبت بحماس لم تجد حماس الا الحضن الدمشقي والا الذراعين الدمشقيين الذان حقي احتضنهمها وشكل غطاء الدم وذنحن نعلم بعد الايام الاولى من احتلال بغداد جاء كولين باول الى سيادة الرئيس بشر وطرح على سوريا وقال لا زالت ماتور الدبابات في العراق واليات الحرب لا زالت الماتورات شغاله ومن الممكن ان تتجه غربا بمعنى التهديد لسوريا وطلبها بشكل مباشر ومع التحذير بالتخلي عن الهوية العربية بالتخلي عن المقاومة العربية بالتخلي عن النطق بالتحذير والمقاومة بالتخلي عن حزب الله بالتخلي عن حركة حماس بالتخلي عن كل الفصائل الفلسطينيين فكان جواب الرئيس بشار الأسد حفظه الله كان لأنه قد قال بخطاب في دمشق وقالها أيضا بمناسبة افتتاح مؤتمر اتحاد المحامين العرب بالألفين وستة قال حسبنا كلفة الاستسلام وكلفة المقاومة فوجدنا كلفة المقاومة أقل بكثير من كلفة الاستسلام لذلك من ذلك الوقت أيضا شرع ما سمي بقانون محاسبة سوريا وشرع كل خطة وكل هدف بأن يستهدف سوريا جرى ما جرى ولا زال يجري لكن أنا الآن حقيقة نرى الصورة بشكل أوضح كيف بأنه الآن نتيجة هذا الصمود وهذا التلاعب وهذه الصخرة الصماء سوريا الآن أنا بقول حقفت النصر الاستراتيجي الأساسي بهذا الموضوع ودخلت ربع الساعة الأخيرة من خلال بأن فشل كل المحاولات نتيجة هذا الصمود الذي استدرج وفرض الفيتو لمرات ثلاث الروسي الصيني الدعم بهذا الأمر وبالتالي سوريا قسمت العالم وخلق وعاد العالم لعالم بقطبين ليس أحادي القطبية وأحدت من الانفلات الأمريكية وولد من هذا الصمود ولد ماذا؟ ولد الدول بريكس وانعقد مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران رغم المعارضة الأمريكية أنذا وحضر المؤتمر مئة وعشرين ترجمة نانسي قنقر ثم قتعد مسلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هي ترجمة نانسي قنقر أعطلة من أنarrه الضTrans check اشتركوا في القناة 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 التي تمارس نعم اشتركوا في القناة 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 بتلك الاتفاقية قلنا بأننا جزء من البلاد السورية احنا جزء من البلاد السورية ولذلك بهذه اللحظة عندما نعود ونطرح أنفسنا بأننا جزء أنا من دمشق وأنت جزء من عمان وذاك جزء من القدس والآخر جزء من بيروت هذا هو الرد الطبيعي على أعدائنا وهذا هو الرد الطبيعي حتى لمشاكلنا طيب يعني أنا بدي أقول تاريخيا أنا بعطيك الشغل يعني أنا خلينا نكون أكثر بس بدك تحاول تعطيني الفكرة بسرعة خلص أنا بس بدي أقول لمشاهدنا العربي السوري أنا ابن مدينة إربد شمال الأردن بنص إربد أنا جبنا قوشان لقطعة أرض من إربد نفسها جبناها من هنا من دمشق والآن عندي أنا قضية الآن الآن أنا وكيل قضية في مواطن عربي سوري من منطقة السويدة موكل إلي هناك بأرض إلو في الأزرق وأنا أحمل عندي في ملف القضية قوشان جد ذلك المواطن قوشان يعني سند الملكية سند الملكية نعم نعم من أيام تركية ومن أيام فرنسي بأنه يملك مساحة معينة موجودة في الأزرق نعم فإذاً ولاد أرض وحين نحن أبناء أبناء ولذلك نحن القومية صحيح تراجعات هناك أسباب نعم تكمن فينا نحن القوميين وأسباب أخرى من المؤامرة ضغوطة ولهنا ولذلك عندما نحن تراجعنا تقدم التكفيريون صحيح وتقدم هؤلاء أدعياء الدين والدين والإسلام براء من نحن الإسلام نعم ليس حركة خوان المسلمين وليس التكفيرين نحن الإسلام طيب خليني واقف معك عندها النقطة وانتقل كمان لعدة الأستاذ فراس أستاذ فراس لما بيحكي الأستاذ السميح بأنه نحن وصلنا لمرحلة لأنه تراجعنا نحن كقوميين قدروا التكفيريين وقدرة المؤامرات الخارجية فعلا تعمل فينا اللي عملته وتأثر علينا من ضمن زياراتكم ومن ضمن الطروحات اللي انطرحت أثناء لقاءاتكم مع العديد من الشخصيات السورية تحدثتم عن موضوع تحصين البيت العربي وتنظيفه من الفساد إن كان المالي وإن كان الأخلاقي تنظيفه من العمالي كيف ممكنين عمل هذا الشيء يعني اليوم أنا كيف بقدر أرجع فعل القومية العربية مثل ما عميقولي الأستاذ السميح إذا لسه عندي أنا من ضمن أولادنا ومن ضمن شبابنا فاسدين إذا عنا أصوليين كيف بقدر أنا أرجع أستعيد دوري العربي ستة اللي صار أنا بتقديري حتى نكون واقعيين لابد من تشخيص الحالة بشكل دقيق وبدون مجاملات فضل الواقع العربي واقع مؤلم جدا هي مجموعة من الدويلات الممزقة هذه الدويلات مسيطرة عليها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا دول تابعة صحيح غير قادرة على أن يكون لها استقلال في قرارها حتى الوطن حتى في تحديد هويتها العربية أو حتى هويتها الوطنية وهذا ما يبرر الانكفاء القطري في كثير من الممارسات الدول العربية اللي موجودة في هذا المجال التقسيم للوطن العربي القوى الامبريالية والاستعمارية اللي كان بودها لو جعلت لكل قبيلة عربية زعيم صحيح وجيش وعلم وموسيقى حتى تعزز الفرقة والفئوية في هذا الجسم العربي وزاد الامور فرقة وزاد الامور حسرة وجود الكيان الصهيوني هذا الكيان المصدر لكل الامراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الوطن العربي الهوية العربية مستهدفة وسوريا الآن تخوض الحرب باعتبارها آخر قلعة صمود تدافع عن هذه الهوية العربية الأدلة والشواهد كثيرة في هذا المجال جميع دول العالم حتى دول المحيط والدول الإقليمية ترفض أن تتعامل مع أي دولة عربية ضمن الجسم العربي تم استدراج العديد من الدول العربية إلى مسارات ثنائية وجميعنا نعلم هذا المجال المسار الثنائي هو مسار ضعيف حتى ما أخرج عن الموضوع بدي أعود على أساس الفكرة اللي حضرتك يعني نوعا ما هي الفكرة هلأ هي كما قلت مؤلمة لكن واقعية هذا الواقع هذا الواقع نبدأ شوي نتعامل معه نبدأ شوي نفكك من سوداويته من قصاوته التاريخ سيدة أليسار التاريخ في العديد من الأحداث الفكرة الإنسانية تجارب الأمم لو قرأنا جيدا لو وجبنا بأن أوروبا التي تتغنى في الحضارة والديمقراطية الآن قبل 300-400 سنة مرت في عصور مظلمة جدا في إحدى معاركها مئات الآلاف من القتلى في أدوات بداية لم يكن F-16 ولا Boeing ولا شيء بأدوات بداية أبادوا بعض حتى الحروب الأصولية الحروب الأصولية انطلقت من أوروبا بروتستانت وكاتوليك في أكثر من واقع وفي أكثر من موقع ولكن تطور المجتمع الحتمي المجتمعات تتطور والشعوب تنضج لابد من الجميع أن يعلم سواء كان قومي أو حتى إسلامي أو يساري أو يمين أو قطري أو وطني سمي ما شئت واختر اللون الذي تراه مناسبا الحل الوحيد ليس في إقصاء الآخر لابد من التعايش لابد من أن نؤمن بأن أوطاننا تتسع لنا جميعا بدون إقصاء وبدون شمولية أنا بتقديري لابد من وجود مشروع معتدل هذا المشروع يتسع للجميع الجميع ينخرط في جسم هذا المشروع بدون إقصاء أما إذا أصرينا على البحث والإقصاء والاستحواذ على السلطة والقتال من أجل السلطة وبعقلية انتقامية هذا أكيد سيجرنا إلى العديد من الحروب وسيجرنا إلى العديد من نار الدم لن أطيل عليكي من خلال زيارتنا اللي قمنا فيها خلال اليومين السابقين وجدت شيء ملفت للنظر جدا رغم الألم والحسرة والجرح العميق في قلب سوريا الناتج عن مواقف كثير من الدول العربية إلا أنه الأخوة في سوريا يتحدثوا بعقلية تسامحية لا يفكروا بعقلية انتقامية ولا يفكروا بعقلية ثأرية أحد الإخوان يقول بصراحة سوريا بعد أن تتعافى وقريبا سنعود أكثر عروبة من السابق شيء رائع يعني شيء جميل أنا بتقديري هذا المشروع سينطلق من سوريا سيستمر من سوريا سندرك يوما بأن الوطن يكفي لنا جميعا ونتعايش في هذا الوطن ونتوقف عن سفك الدماء ونجد لغة للحوار نعم أستاذ محمد بدي تابع بنفس الفكرة لما بده يحكي كمان مثل ما عم يقول الأستاذ سميح والأستاذ فراس لما بده يقول سنعود أكثر عروبة من السابق وإيجاد لغة للحوار وإيجاد مشروع عربي معتدل يضم كل الفئات اللي حكى عنها الأستاذ فراس هذا الحكي كيف ممكن يتطبق على أرض الواقع بآلية معينة وأيضا ما زالت الأصولية التي تستخدم العنف أنا لا أتحدث عن الأفكار والقناعات أنا أتحدث عن الأصوليين الذين لا يقبلون بما نقول به بالإضافة إلى وجود الفساد في الكثير من الدول العربية كيف نستطيع إقامة مشروع عربي جديد يحارب هذا الكم من المؤامرات في ظل وجود هتين المشكلتين يعني شوفي المبادرات والإشارات اللي بتقدمها الدولة السورية قاعدة للعالم من انفتاح نحو الحل السياسي هو ليس بدليل ضعف بل هو دليل قوة سوريا تملك من الأدوات الثقافية والعقلية من علماء ومفكرين الكثير الكثير وبالتالي أنا أعتقد أنه أهم شيئات بناء العقل العربي العقل العربي مصطو عليه واللي سطو عليه العقل العربي ليس الغرب بقدر مصطط عليه الأنظمة الحاكمة يعني عندما يصبح أو يصل الإنسان العربي إلى مرحلة لا يعي ولا يدرك حجم ما تتعرض له سوريا من هجم شرسة لم يسجلها التاريخ وإن سجلها سيتعد من تسجيلها التاريخ ويقزم المسألة ويقزم ما يجري على سوريا بأنها مزألة البحث عن الحرية والفساد لا شك كلنا نحن كعروبيين نبحث عن حريتنا الحقيقية ونحارد وضد كل الفساد والمفسدين في الوطن العربي وفي كل قطع لكن هذا لا يتحقق إلا من خلال مشروع متكامل ينطلق من دولة وعندما نقول دولة متكاملة تملك أدواتها الحقيقية وإرادتها وأهم شيء إرادة إذا كانت هذه الدولة تملك الإرادة فتستطيع أن تصنع المعجزات وأنا أعتقد أن ثقافتي سوريا أنا خريج جامعات سوريا وتعلمت في سوريا وعندما عدت إلى وطني زاد ما ملكته من سوريا ربما زاد من خلال ما أدركته من خلال تعاملي وقراءاتي أو قربي من المجتمع الأردن وبالتالي الدولة العربية الوحيدة التي تملك الإرادة هي سوريا لكن برأيك الدولة بحاجة أن تبدأ هذا المشروع العربي المهم ما أشعر نقولة عادة البناء العقل العربي العقل العربي عقل مشتت أصبح مشتت يحتاج إلى من يصحفه حتى القوميين الآن يختلفون حول الأسراع السورية فكيف ببيعد ق الشر وبياد ق الفكر التكفيري الإرهابي نحن بحاجة إلى مشروع تقوم به دولة وهذا المشروع لا يمكن أن تقوم به دولة إلا الدولة السورية على الرغم مما هي فيه وأنا بعتقد في ظل هذه الأزمة بدأت سوريا الدليل على ذلك أنه في تعاملها مع العرب ما زال في إشارة أن شعرة معاوية ما زالت قائمة وهذا الدليل كامل على أن سوريا هي ستكون المستقبل ليس للسوريين للأمة وستعلم الأمة كيف تصبح عربي حقيقي قريبا إن شاء الله بس بسرعة أستاذ سميح بس بدي أستاذنك بمسألة طرحتي السؤال ما هي الآلية كل شي في الدنيا كل شي في الدنيا أكبر سيارة في الدنيا مهما كان ماتورها صغير فيه إشي اسمه سويتش إذا ما فيه سويتش لن يشتغل الماتور وإذا ما فيه سلح ولذلك أي شي بالدنيا بده محرك المحرك أنا باعتقادي هنا الآن إن شاء الله بعد ما سوريا تنتهي بنتحقق هذا النصر الاستراتيجي أنا باعتقادي آلية العمل داخل الدولة داخل الدولة ترسيخ الحقوق الدستورية للمواطن بمعنى ترسيخ حقوق المواطنة بمعناها الواسع بتعبير آخر أعطيك نحن بالألفين وثلتاش بالألف وتسعمية وأربعة واربعين المرحوم فارس خوري كان رئيسا لوزراء سوريا صحيح وهو الذي مثل سوريا في هيئة الأمم وهو الذي مثل سوريا بالتوقيع على إنشاء جامعة الدول العربية بمعنى العراق كان بابان وزير الخارجية العراقية وهو كردي هذا لماذا؟ لأن هناك كان ترسيخا أساسيا لحقوق المواطنة ما كان فيه لا مسيحي ولا مسلم صحيح لا عربي ولا كردي ما فيه هذا التقسيم الآلية الوحيدة التي تقضي على كل هذه التفصيلات داخل كل قطر هي ترسيخ مفهوم المواطنة بالمعنى الواسع للمواطنة لغة واستلاحة نعم بصير بينتمي للوطن وليس لقبيلة أو لدين أو لطائفة أنا ما بعرف هيك حاسة أنه أنا بدي أسمع منك المايك بس لو سمحت الأستاذ ضامن عكروش أنا بدي أختلف مع الأستاذ سميح أنا بشوف أن الأحزاب القومية العربية فشلت فشل ذريع مش تراجعت فشلت كيف يعني فشلت؟ هي شو كان بالأصل هدفة اللي لازم توصل له؟ توصل له أنه ما يصلوا الإسلاميين لأي دولة عربية لحكم أي دولة عربية أنه تكون هي القاطرة للجر المجتمع العربي أنا بشوف أنه الأزم السورية كانت كاشفة لفشل الأحزاب القومية العربية بشكل كامل وأنا براي الأمور قبل الأزم السورية غير الأمور بعد الأزم السورية الأدوات القديمة ما بتزبط أنه نتعامل معاها بعد الانتصار على المؤامرة والانتصار تم على كلها شو البدائل؟ بدنا أدوات جديدة مثل؟ والأهم الأدوات اليساري للديمقراطية لبناء مجتمع حقيقي المشرق العربي ما ممكن يقوده غير دمشق إذا ما شكلت رافع دمشق للمشرق العربي منروح 500 سنة ترى بالإرهاب أنا بس لأفهم من كلامك أنه أنت برأيك بعزيز دور الأحزاب والقوى اليسارية المعتدي لأكتر من السابق بالتالي بتكون موازية للحركات القومية العربية السابق والأدوات اللي فشلت بدها كبس راحة عز باله ما قدرت تكون قد المرحلة بمعنى بدنا أحزاب ديمقراطية قائمة على الديمقراطية تحديدا على الحوار على تقبل الطرف الآخر لا بناء مؤسسات مع الطرف الآخر أنا مع الحوار مع المعارضة بشكل واضح المعارضة الوطنية مش المعارضة اللي تطلع التلفزيول الإسرائيلي ولا اللي بتعالجه لما بنجرحه بروحه أسرائيل هذا ولا عملاء فبدون بناء أنا بصراحة اللي صار بسوريا كان مفاجأة للكل قسم صغير كبير من الشعب السوري فات بالموضوع وهون في مشكلته وخلينا نحكي بوضوح فضل لا أنا الحزب اللي بحكم بسوريا ما كانش قد المرحلة كمانا برأيك أنه أساء التصروف ما كان قد اللي صار بسوريا بصراحة أنا ما بفهمش ليطلع 500 متظاهر عند جامع الحسن بالميدان وأنا عندي حزب بعثيين في مليون وغير شبيبت الثورة لأنه كان تارك الناس أحريتا تفكر بالطريقة البداية هاتنتمي الانتماء اللي بالداية ممكن يكون مبرر لما يكون في مسلحين بين 500 متظاهر في أربع مسلحين يطلقوا النار على الشرطة هذا كلنا نشوفوا أنا بطلع خمس تلاف بعثي حاصروا المظاهر يقولوا عم نمنع يقولوا عم نمنعون عم نكبتون يقولوا هاي سوريا تركناهون هاي معركة عدوان على سوريا قادوا هذول اللي خلوا حالهم ديمقراطيين وسلميين وبالصدور العارية بإذن أنت برأيك اجتماعيا يعني أنا مشان كتير تكون الصورة واضحة الحزب اللي هو أنت عم تقولي اللي كان هو عمليا يعني آخذ الدور الأكبر على الساحة السورية برأيك ما قدر يأثر اجتماعيا لذلك خرج من رغم من تحت يعني عباءة المجتمع هاي الفئات التكثيرية هذا بالضبط بدي أقوله هذا بالضبط بدي أقوله خاصة بمناطق الأرياف ما كانوا موجودين وبالعكس كانوا سيئين تواجدهم طعيف ما كانوا مؤثرين وما كانش عندهم أداء يقنعوا الناس بوجهة نظرهم في وجهة نظر وفي سوريين كتير من وجهة نظرك على فكرة برجع لك ساستر إنشان أنا ما بدي أظلم الباقيين انتوا كلكن ضيوفنا وغاليين بتعرف انت بس أنا اللي بدي أقوله والإثار أنه استراتيجيا سوريا والمحور اللي في سوريا تم تحكية انتصار استراتيجيا هلأ قضية من هون قصة من هون ما بتغير بالمعادلة لا على الأرض ولا بالمعادلة الداخلية والإقليمية والدولية الانتصار حصل هلأ يعني اللي منحكي فيه إنه لا هلأ سوريا بتهتبني رافعة للشعوب العربية بالمشرق العربي رافعة ترفع الشعوب العربية وتشكل نموذج النموذج بالأساس ديمقراطي حقيقي وإحنا مع كل المعارضة بالحوار الناس اللي فعلا سلميين للحوار وبناء دولة سورية تكون نموذج الأمة العربية نعم بشكرك على رأيك مين بيحب كمان يشاركنا بهذا المحور بس أنا أخذ حدا ما أحكى أبن أستاذ أمجد كأنه عندك رأيه لا لا معلش أنا بدي عندك أستاذ أمجد معلش تفضل إيش مساء الخير أهلا وسهلا شكرا للفضائية السورية أوجه تحية للشعب السوري والرحمة للشهداء السورية قرب المايك لو سمحت قضوا نتيجة العمل الإرهابي والإجرامي اللي بدور على الأرض السورية بدي أرجع للتساؤل اللي اطرحتيك البداية ماذا فعلت القومية العربية تماما المجد السؤال رح يكون بسؤال لماذا هكذا هي القومية العربية لماذا وما هي الأسباب التي أدت أكيد إحنا يعني بنعي بأنه في إحنا أمام عدو تاريخي وهذا العدو إله يعني عملاء في المنطقة العربية فكانت العملية ممنهجة في الأمة العربية والوطن العربي بيخلق حالة من أزمة الفكر عند المواطن العربي من خلال الهويات الإقليمية ومن ثم الهويات الفرعية بحيثني أنا درجي العشيرة والطائفة كذا بالضبط الهويات الدينية والإقليمية هذه كل هذه كانت سبب من الأسباب التدهور وكان ضعف في الخطاب القومي العربي أدى للي إحنا حاليا فيه وما تشهد سوريا لماذا سوريا؟ سوريا بعيد نفس الكلام عدم التكرار اللي حكوه زملائي موقفها من القضية الفلسطينية وحركات المقاومة موقف سوريا لابد أن ترفع رأية الإسلام سوريا بهذا الموضوع نعم هذه هي النقطة الأولى نعم سوريا ما زالت تدرس في مناهجها الدراسية أن هناك عدو سهيوني يحتل أرض فلسطين بينما الدول العربية الأخرى عملت عليها هذا المنهاج أو ألغته حيث أنه في ناس فطلت تحكي عن قضية فلسطين صحي بهذا الموضوع صحي طب أستاذ أنجد هذا الاختلاف بين قناعات شعوب الدول العربية كيف بدنا نتجاوزه ونقدر نعيد نعمل مشروع عربي معتدل بغض النظر كيف بده يكون صورة هذا المشروع إذا نحن أحيانا مختلفين بالفكر باللباس بطريقة الحياة كيف بدنا نكون متوحدين عربي أنا متفائل بانتصار سوريا إن شاء الله أن سوريا ستعيد إنتاج الخطاب القومي العربي بطريقة يعني ممكن أنه من خلال إنشاء دولة القانون لابد إنشاء دولة القانون إذا كان هناك قانون في تساوي بالحقوق والواجبات لكل المواطنين هذا يؤدي إلى أن هنا يكون خطاب قومي عربي واحد بتساوي فيه الأفراد كله نعم بشكرك على الفكرة دولة القانون مين بيحبأ الأستاذ أهلا وسهلا نناقش الإحباط القومي أنت أن الموضوع محباط جدا بالنسبة للقومي انتو انتو الأستاذ فيه رأس اللي محبط كان أنت اللي قلت لا لا بدت فيه الأستاذ أريسار طيب أعلمناك إضافة لك لدولة القانون لغاية الإجابة على السؤال كيف الحل فضل حياء القومي العربي وحياء الفكر العربي والتعددية بشكل عام الخطاب الإعلامي خلنرجو على الخطاب الإعلامي كان خطاب كان خطاب تقليدي جدا وعمره ما خاطب المواطن العربي بعقله كان يخاطب بعاطفته يخاطب مثل ما بده القائد مثل ما بده السياسي إلى آخر هذا اثنين الدراما العربي قالوا يتهاوش مع الطبخات بالبسلسلات الكبسة السعودية أطيب من المشحارف إيش الحويتين مظبوطة هذا هذا الحقيق مين اللي بخطب إلا مش الدول هاي الدراما الإعلام مش هاذا جزء من الديمقراطية العربية من الديمقراطية العربية اللي راح توصلنا لمرحلة اللي بتخش قاعدة بكل بيت بكل دقيق هاي اللي أركز عليها رأيك ما خطبنا المواطن من خلال الإعلام أو من خلال كيف نصل لمرحلة كيف بدي أغير فكرة الشاب الأصولي هذا اللي بتخش قاعد وانتي اللي راح كيف بدي أغيرها طيب بقلك أنا مسلا هاي بمأنه وصفتني بالأحباط وأنا ما بحب أخذ الأمور بأحباط لكن بحب شوف الناحية السيئة فيها أحيانا أنا لما عم تقول أنا كيف بدي خاطف الشاب الأصولي طب ما فينا ننكر إنه هذا الشاب الأصولي ممكن يكون من طبقة فقيرة وبالتالي يقدر الآخر يعطيه مصاري ويعلمه ويزوجه ويشغله بينما أنا بيغض النظر عن فكري وقيمتي وكل الوعي اللي عندي بس أنا ما أدرت تدرس حياته حاجاته هذا نقص بالديمقراطية لو فيه ديمقراطية ما بيكون فيه فقر مدق بالطريقة اللي كتشتريه واحد لأنه بيكون منتمي الإيشاء معين لا يباع مبلغ سواء كان نقولها قليل أو كثير على كل حال احنا بالمشوارنا هذا أنا زرنا من دولة الرئيس لوزير الإعلام لأمير المساعد ونقيب المعاملين احنا شعرنا مش متفائلين أكثر مننا أقولك هم أعادوا شهدنا صدقا أعادوا شهدنا شعرنا بالراحة احنا هون لأن عالم بيفكر وبحكي بعقل ما بحكي بعواطف وبخطط وشعرنا أنه يعني ما ظل إلا أقولك راح الكثير 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 وبقي القليل القليل وستان تسوسورية نعم ومن هون لحتى يكون هذا القليل نشتغل نحن بحاجة جهود كون معنا نحن نشتغل نحن نشتغل أكيد في حدا حابب يشارك تفضل أستاذ أيمن سبب أنا بشكر الففائي السورية أهلا وسهلا فيك وبرجي على السؤال مباشرة اللي هو عن القومية العربية أول شي القومية العربية يعني مرت حوالي 30 سنة فيها نوع من الركوت وتدخلت العوامل الخارجية والضغوط على الدول العربية حتى صار استقطاب لبعض الرموز القوميين ومشاركتهم في كثير من الأحداث والدخول في السياسات العربية اللي هي كان شوي بعيدة عن القومية وما كانش الخطاب تاحها خطاب قومي فالآن بعد 30 سنة صار في انتكاسة صار في أزمة بسوريا وهي قلب الوطن العربي وقلب العروبة وقلب القومية العربية فبعد أي انتكاسة أو بعد أي أزمة والخروج منها بقوة فلابد من أنها تخرج بمشروع بمشروع نفس المشروع واللي هو القومية العربية لكن بروح جديدة بروح قوية اللي يقدروا يخاطبوا فيها الأمة العربية كلياتها ويقدروا يستقضبوا الشعوب العربية مؤمنين بأنه ما زلنا قادرين على هذا الطرح فكرة المشروع العربي طبعا طبعا نعم شكرا لك قواية قواية ما حدا بنزلنا يعني نحن صعيدين بهذا الحكي ما حدا بيزعل من هذا الطرح أكيد أكيد سادة شريف هلأ بس بدك تحكي بنفس الفكرة شريك أنا ولا لا عندك حابب تحكي بنفس الموضوع تفضل ست اللي سار أول شيء مساء الخير الله يعطيك العافية أهلا 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 بعتقد أنه السبب الأساسي لغياب التيار القومي على الساحة العربية لأنه ما في قيادات فاعلة بتقود هذه الشمائر الشعبية من خلال تعبئة لأنه القيادات هاي بتبحث عن مكاسب شخصية فقط على الساحة العربية وهذا هو السبب الأساسي للعدوان على سوريا لأنه حزب البعث العربي الاشتراكي الوطن العربي اللي بقوم بتعبئة شعبية جماهرية لقيادات الأمة العربية نحو التحرر واللي عنده مشروع وعنده هدف وهو محاربة الكيان الصهيون والغاصب ودعم المقاومة في كل أشكالها بغض النظر عن انتماءاتها الدينية أو العرقية عنده هدف أساسي وهو التحرر والوحدة والحرية السبب الضامن راضي بهالحكي هاي رأيين متناقضين بس بالنهاية لازم يكون في آراء متناقضة استاذنا الكبير استاذ حسن بدي تعليقك وانا بديش بالفكرة وصلت لعندك بدي ترجع لعندك الفكرة شو رأيك بالكلام هلأ اني نختلفه هي ليش أنا بدي ارجع شوي نعملها معالجة سريعة في ناس اعتبرت انه القانون نوعا ما لازم يكون له حضور أكبر في ناس اعتبرت الاعلام والحالة الاقتصادية في ناس اعتبرت الأحزاب فعلا شو برأيك هلأ منقدر نجدد شيء بمجتمعاتنا بيساعدنا بغض النظر عن فكرة مشروع عربي لكن فعلا نساعد هالمجتمعات تتجاوز اللي عم يصير فيها انا بخاكل استاذ ظانن نقطة قال انه القومية العربية خلقت خلقت القومية العربية حتى تصل للحكم بدون تيارات اخرى لا هيك هيك صار هو قال استفردت استفردت طبعا استفردت مع الهدفة توصل استفردت وقال انه القومية العربية الآن بمعنى انها فشلت ولازم نلجأ لا حزاب ديموقراطية طيب ام أنت القومية العربية ما كانت تؤمن بالديموقراطية القومية العربية اصلا بنية الديموقراطية لكن في كتير ناس من الشعوب بتعتبر حالة انه ما كانت عايشة حالة داديموقراطية تحت ضل المرحلة الماضية يعني يعني فيه يعني ممكن رأيك تعارض مع notch مش العيب بالقومية مش العيب بالقومية بطريقة بطريقة تنفيذها طيب اريحك بهذا الموضوع ريحني يعني الواقع جزء كبير بتفف انا فيه مع اخي ضامن مع الاخر شوف احنا لابد لنا من ان نعترف بمسألتين هل هذه الامة مستهدفة ام ليست مستهدفة هذا واحد وبذات الوقت انا بقول مستهدفة والله انت بعدك الهلوات لسه عم نسأل مستهدفية طبعا والله مش كليك والله مش كليك ما هو المسألة لا المسألة هلا اسمحيلي النقطة الثانية ايضا لابد لنا من ان نعترف بان النظام الرسمي العربي من محيطه الى خلجي دولة امنية كويس ولا اسفني احدى بما فيه هنا سوريا وبما فيه نحن في الاردن وبما فيه العراق حاليا وبالعهد الماضي وبما فيه مصر بكل المرحل انا ما فيه لكن انا تغطيب طيب اللي بقوله الديمقراطية طيب هاي الهند من احسن دمقراطيات العالم هل حال المواطن محلولة احسن بكثير من حالي كمواطن عربي بالمنطقة لا طيب هذا معنش بالضبط بالضبط يعني الى زرور وعدد سكانة ومخبرة استاذني هل السعودية هذه الدولة النفطية اللي كل يوم بتبيع عشرة مليون برميل نفط يوجد فيها فقر هائل ويوجد فيها فساد هائل ويوجد فيها قمع هائل ويوجد فيها تخلف هائل كويس صار فيه نهج من الغرب ضدنا ما يسمى بالشيطنة شيطنة الاخر صحيح شيطنة يعني انا بأخلك فيه فساد سوريا فيها فساد الاردن فيها فساد مصر فيها فساد العراق فيها فساد انا بأخلك فيه لكن المبالغة بهذه الصورة لدرجة الشيطنة كمان لماذا ننسى نحن الجانب الاخر الايجاري ماذا كيف مثلا الان في السورية طيب حضرتك انا متأكد جامعية حتى تخرجت انت من الجامعة شو كلفت اهلك لا لا رسوم 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 للجامعات كويس طيب انا اولادي بالمدارس الخاصة كلفوني كثير بعمل كويس العراق في مثالي مثلا عن رئيس صدام الله يرحمه على انه لكن لا بد لنا من ان نعترف له بانه قضى على الامية بانه امم النفط يبدأك تقول بانه كان فيه اتناب التعليم فيه شيطنة من الغرب علينا لدرجة انا بأقول لي انا مع اللي تفضل به اخي الكريم الاستاذ الضامن لكن يعني وبقول صار فيه تراجع وفيه حد كبير من الفشل يعني بمعنى حزب البعث العربي الاشتراكي حينما يصبح خصم بعض البعض ها نحن نعيش نحن نعيش يا اختي الكريمة يا مواطن العرب ما يريدوه لنا ما يريدوه نحن نعيش الآن نعيش نتيجة فرقة وخصوم الدمشق وبغداد وخصوصا بعد مرحلة خروج مين خروج القاهرة من الخندق العربي لكن ايضا بنفس الوقت اللي ليست بالقومية لما قلت انا ترسيخ حقوق المواطنة كآلية هو الذي يقضي على هذه الصراعات وبالتالي انا ما بفتح مجال ولا بأعطي مبرر لابراز نقاط التظاهر من الاثنيات الموجودة انا ليش طرحت فارس الخوري رئيسا لمزراء سوريا ولماذا طرحت ابان بابان في العراق وزيرا لخارجية العراق فترة طويلة نور السعيد نور السعيد كوردي ورئيس وزراء العراق هذا الامر لما بكون انا فيه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة